في حمصة ايضا ضبطت قوات جيشنا الباسل سيارة شاحنة من نوع كيا محملة بعشرات العبوات الناسفة عند مفرق سنيدة على طريق السلامية الرستن واقضت على عدد من الارهابيين كانوا داخلها كما دمرت معملا لتصنيع العبوات الناسفة في مدينة الرستن بما فيه من ارهابيين وادوات ومعدات كانوا يستخدمونها بصناعة المتفجرات كما وصلت قواتنا ملاحقتها فلول الارهابيين في المزارع المحيطة بقرية الدمينة الغربية بريف القصير ونبقى مع اخبار حمص حيث وجهت لجنة المصالحة الوطنية في المحافظة بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية لداء الى اهالي مدينة القصير تدعوهم فيه الى الحوار عبر لجنة المصالحة من اجل الخروج من هذه الازمة بقل الخسائر وكذلك عبر الاتفاق عبر الحوار على اسس ثابتة يتاح من خلالها الدخول الامن لأفراد الجيش العربي السوري لبسط سيطرته على مدينة القصير وحفظ الامن وعدم اعطاء الفرصة لجبهة النصرى الارهابية لمتابعة تدمير المدينة وازهاق الارواح لان الخاسر في النتيجة هو الوطن واعطاء الفرصة لمن لم تتلوث يده بدم اخيه السوري لتسوية وضعه تحت اشراف وزارة المصالحة الوطنية وفي ريف دمشق اعادت قواتنا المسلحة الباسلة الامنة والاستقرار الى منطقة دروشة وكبدت الارهابيين خسائر فادحة في الارواح والعتاد كما دمرت ثلاثة معامل لتصنيع العبوات الناسفة وقذائف الهون قرب المنطقة الصناعية في دوما وقضت على اربعة ارهابيين قرب المشفى الوطني بينهم ضياء غنيمة متزاعم احدى العصابات الارهابية وقضت قواتنا الباسلة على الارهابي محمد شلة متزاعم احدى العصابات الارهابية وعدد من افراد عصابته قرب دوار الثانوية في حرستة ودمرت عتادا واسلحة كانت بحوزة ارهابيين عند نفق حرملة الى الغرب من زملكة كما لاحقت ارهابيين في بلدتي جربة وبيت سحم وأوقعتهم بين قتيل ومصاب من بينهم متزاعم العصابة محمد سرحان وقضت قواتنا شرق الجامع الكبير في جوبر على عدد من الارهابيين من بينهم حمود عبد السلام ولاحقت افراد العصابات الارهابية في برزة وأوقعت قتل في صفوفهم من بينهم علاء سعد الدين وعمار الريس واشتبكت وحدة من جيشنا الباسل مع عصابات ارهابية في منطقة الشيخ سعيد بريث حلب وأوقعت اعدادا من افرادها قتلى ومصابين ودمرت عددا من اوكار الارهابيين وتجمعاتهم قرب معمل الدقاق ومستودع الكابلات وفندق هرشو بما فيها من اسلحة وذخيرة اضافة الى تدمير مدفع هاون والقضاء على اعداد من الارهابيين في كازية العلقمية وقرب البحوث الزراعية وعين دقنا في بلدة منغ في منطقة المسلمية دمرت قواتنا مدفعا من عيار 23 ملي مترا مضادا للطائرات وأوقعت اعدادا من القتلى والمصابين في صفوف الارهابيين وفي درع قضت بواسلنا على عدد من الارهابيين واصابت اخرين في احياء منطقة درع البلد كما قضت على ارهابيين في قرى وبلدات الشبرق والنصرية ومزارع جاسم وخربة المرج وابو غارة من بينهم خلدون عبد البطاينة اردني الجنسية وفي الكرك الشرقي وتفاس وام ولد واللجات تم القضاء على اعداد كبيرة من الارهابيين بينهم متعب جاسم النعيمي قطري الجنسية ومحمود محمد الطويل اردني الجنسية في ادلب فككت الجهات المختصة عددا من العبوات الناسفة زرعتها العصابات الارهابية المسلحة على طريق ادلب المصطومة وطريق ادلب قميناس مزودة باجهزة تحكم عن بعد بقصد تفجيرها لاستهداف المواطنين والسيارات والمارة اشتركوا في القناة